النائب محمد ابن العنين عاملين ايه قدام حضراتكم ايضا صرف المعاشيات وتنظيمها ازاي كنا نبارح عرضين ولكن النهاردة اهو على الطبيعة الوضع الحقيقي كراسي اهو والناس قاعدة وقفة ازاي تدخل فين ميبقاش عندك تكدس كبير قبل كده كنتوا تشوفوا الاماكن دي الناس على بعضها جايب كراسي مجموعة من الحملة بتوعية للناس بيساعدوا الناس يرشدوا الناس حطين الحاجات اللي كل واحد يقف فين مكانوا ايه عشان من نبقاش ان احنا عاملين وندايق بعض والناس تاخد مرتباتها تاخد معاشها بانتظام هو ده اللي احنا بنتكلم عليه وده يبقى عملية منظمة بالمناسبة ده بيحصل تاني بقول ده مهم جدا ده في استاذ ابن العنين عامل ده في دائرة الجيزة اللي هو يعني بيمثلها في مجلس النواب وعمل خطة كبيرة لتسهيل عملية صرف المعاشيات زي ما حقكم شايفين كده ما يبقاش فيه ازدحام فرق العمل التابعة ليه قامت امبارح وعرضنا بعملية التعقيم للاماكن دي كلها كان بيتم تعقيمها امبارح وتطهير كل مكاتب البريد في دائرة الجيزة والمناطق المحيطة بيها وانه الاعضاء كمان كانوا بيوزعوا يعني المسكات وبيوزعوا الكمامات على الناس وعملين اجراءات معينة تعقيم الايدي بالمطاهرات قبل ما يدخلوا من بره كده وهو داخل بتلاقي واحد واقف بعملية التعقيم لانه كمان تحافظ على الموظفين وبتحافظ على اهلين كمان يعني ودول خلي بالكم اكتر ناس بيقول اقدر الله وربنا يحفظهم ويحميهم معرضين وبالتالي لازم نحافظ عليهم كمان ونوفر لهم وده بيبقى دور مهم ان انت بتوفر كمان حماية كبيرة للاهلين كمان عشان وهم بيصرف معاشوا يبقى بيصرف معاشوا في يعني راحة كده بعيد عن اي مشاكل او زحمة او تكدس يبقى فيه سهولة ويسر في عمليات الصرف ايضا وده دور طبعا بيهم الناس كلها اللي عملية التوعية عملية ايضا الخطط الاحترازية عملية المكافحة فيروس كورونا وحملات التوعية اللي موجودة في كل مؤسسات الدولة واللي احنا لازم نستمر عليها كلنا وكل الناس تبقى عندها الالتزام الكبير فيما يتعلق بفيروس كورونا ومشاكل الكبيرة والتأثيرات على مستوى العالم بالكامل احنا طبعا البنوك كلها كمان النهاردة نفس الحكاية وسيد طرق عمر يوم ما كان معنا في المداخلة من ثلاثة يام نفس الحكاية ونفس التعليمات الخاصة بالتيسير على الناس على المعاشات على الناس كلها العملاء اللي بيترددوا على البنوك يوميا في هذه الفترة الصعبة كل البنوك بتاخد اجراءات يعني زي ما بقول كده اجراءات احترازية اكتر للحفاظ على الوضع والحفاظ على صحة وسلامة الناس اللي هي بتقوم بعملية صرف معاشاتها او مرتباتها او عايز يسحفلوها